أجواء من الترقب تسود الساحة السياسية في باكستان بسبب الصمت الرسمي الذي يلف موعد الانتخابات العامة فحزب الرابطة الإسلامية بقيادة نواز شريف عرض فكرة تأجيل الانتخابات وهو الموقف الذي صارت عليه الأحزاب الدينية وباقي أحزاب المعارضة بينما لم يعلن رئيس الحكومة عن الموعد الرسمي للانتخابات يملك رئيس الوزراء إمكانية تحل البرلمان بورفته قبل السادس عشر من مارس وتنظيم الانتخابات العامة وقتها وقوة حزب الشعب تتمثل في تحالفاته السياسية وتوفره على أكبر عدد من المرشحين في الانتخابات ولم تتوصل الأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي إلا أي قرار بشأن ما قد يحدث قبل الانتخابات اقترحت أصوات في حزب الشعب إتمام ولاية الحكومة الحالية والتحضير لحكومة تسير الأعمال فيما تعالت الدعوات مؤخرا إلى تنظيم انتخابات مبكرة في فبراير وحل البرلمان قبل شهر مايو المقبل وأوصت لجنة الانتخابات الباكستانية من الحكومة تقديم اقتراحات للحفاظ على القانون والنظام خلال الانتخابات ونشر قوات الجيش عند مراكز الاقتراح حتى إعلان النتائج لم تتفق الأغلبية الحاكمة وأقطاب المعارضة على كيفية تمثيل الطرفين في حكومة تصريف الأعمال التي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها في مارس القادم موعد نهاية الحكومة الحالية الحكومة التي تحضر الانتخابات العامة يبدو أنها ستواجه الكثير من التحديات السياسية والقانونية سعاد روديسكاينيوز عربية إسلامباد